صباح الخير أمي صباح النور سناول فنجان قهوة وعود شراب قهوة ولا بدك تفطر قبل ما تروح لا قوم حط الله لا ما بلحق أمي سلم وديكي بشرب قهوة بس أمي بقيان لعرسي أقل من سنة ولسه ما عملنا شي مشان البيت مو قلتي لي بدك تبيعي والله لو عرفان ما بسبت وقت العرس و بقرره لك أمي مو شوفت عينك أبو صلاح صاحب البيت حكينا معه من شان سبت عقد هالبيع باسمي من شان يري بده يشتريين فرغ فورا على اسمه وأبو صلاح فصم الحداب ما عدت بيان الزلمة ايشو طالع بإيدي أعمال متلي متلك قاعدة عم استنى لا يبين لك يا حجي يا تاج راسي انتي بلكي ما بيان طيب بلك الزلمة توفى منظل قاعدين عم نستنى لك لسه بدي اشتري بيت وقفر شو وميت قصة يا أمي والله ما عدت لحق أمي وأجل شوي هالعرس ما عدت حسن تستنى لنشوف شو الله بيسر لك صرنا سنتين خاطبين وحلي أمي اتجوز والله حلي وبصراحة يعني ما بدي اكسر كلمتي قدام بيت حماي وأجل يا أنا عطيت كلمة رجال ايه بسيطة أمي روح اللق انت على شغلك أنا اليوم بحاول اتواصل مع جيرانه لأبو صلاح بلكي بيعرفوا وين أراضي للتاني يلعن هالحالة لسه أبو صلاح وأبو صلاح لروح اتيسر عشغلي أحسن شي ايه الله يسر لك أهلين أستاذ عمران تفضل كيف هيك أنسة هند والله الحمد الله من زمان ما بينت شو تجوزت ولا لسه آخ لا والله من دقرة هجوازي ما عم تتيسر ليش ما بعرف خير شو القصة مختلفين يعني ده والله بس مشان البيت لسه لهلأ ما اشتريت وما عملت شي أوه شغلتك مطولة يعني لا والله بدي يدبر أموري بخلال سنة يكون متجوز بس أمي بدأت بيع بيتها لقدر اشتري بحقه بيت قريب منها ييه معقول أنت شلون يعني ناطرين صاحب العقد وبلكي ما بيان ما في شهود عبيعة البيت مبلأ أكيد لكان شو ومعنى عقد باسم أمي أنه البيت إله بس قصة أنه نسبته بالمحكمة ايه شو عم تستنى روح على المحكمة ورفع دعوة دعوة شو على أساس عقد البيت اللي معها عمران أنا مالي محامية بس أنا هذا اللي بعرفه بشكل عام روح لك أخي حاكي عزيز اللي بيشتغل بالأرشيف هو محامي وبيعرف بهاي الأمور أيوة يعني بتمشي بلا أبو صلاح لك مين أبو صلاح كمان ايه استاذ عمران شغلتك بسيطة إذا موجود عقد البيع باسم والدتك ما بدك إلا ترفعوا دعوة تثبيت وتستفيدوا من الشهود اللي شهدوا على العقد وهيك بتكون أموركم تمام بالله عم تحكي جد استاذ عزيز بس هيك شغلتنا ايه طبعا وحتى بلا الشهود بتمشي القصة بس بوجود الشهود بتقوى حجتك أكتر يا على الحارك ليش لا يكتر خيرك يا رب هيك لك أنا أموران عم تضحك علي لك أمي أنا شو عرفني ليش لحتى أضحك عليك أمي ما بعرف إنه بتصير بلالة أبو صلاح مثلي مثلك بس بتذكر وقت اشترينا قال لي أبو صلاح بدنا ننزل لنسبته ونسينا القصة وكل فكري ما بتصير إلا بوجود حضرته لا أمي بتزبط بتزبط أنت بس حركينا حالك شوي وخلينا ننزل بكرة على المحكمة وحاكينا أخوالي ينزلوا معنا اي اي هلا بحاكيه هونو بكرة مننزل تكل عاء الله اي والله وكيفت يا عمران يكتر خير وأستاذ عزيز ترجمة نانسي قنقر